تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية للتحقيق فيما تم تداوله ونشره من خطاب موقع من قبل مجموعة من الموظفين بهيئة السياحة والمعارض والتحقق من قصد الإساءة والتشهير وأي تجاوز إداري أو مخالفات بعدم الالتزام بالأنظمة وأحكام القانون وبناء على ما تم أو ما استعرضته اللجنة المشكلة برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرر مجلس الخدمة المدنية وقف الموقعين على الخطاب عن العمل حتى الانتهاء من التحقيق كما قرر مجلس الخدمة المدنية تشكيل لجان تأديبية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في مملكة البحرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص نتائج التحقيق